الولايات المتحدة روسيا وأوروبا أطراف ثلاثة رئيسية في أزمة الصراع على السلطة في فينزويلا بين الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس البرلمان إخوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا الأزمة في فينزويلا اقتصادية بقدر ما هي سياسية فواشنطن الداعمة لجوايدو تسعى إلى استعادة وردات النفط من فينزويلا إلى سابق عهدها فرغم أن هذا البلد رابع أبرز الدول التي تزود الولايات المتحدة بالنفط فإن الصادرات الفنزولية انخفضت بنسبة ستين بالمئة منذ عام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين بسبب سياسات الرئيس الراحل فوغوشافيز وفي الوقت الراهن يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعادة السيطرة على هذا الملف ووقف تدفق هذه الموارد نحو روسيا والصين على الجانب الآخر فرضت روسيا نفسها كأبرز الدائنين لكاراكاس ومع كل أزمة ديون وتعثرات كانت تضخ مساعدات في شكل استيراد شحنات نفط أو استثمارات وبشأن الأزمة على السلطة تعتبر موسكو أن ما يحدث محاولة انقلاب جديدة حرضت عليها الولايات المتحدة أما أوروبا فلم تحسن موقفها بعد بشأن أي طرف قد تساند متخذة بذلك موقفا أكثر تحفظا من الولايات المتحدة وفي هذا الصدد يسعى الاتحاد الأوروبي إلى صياغة موقف موحد اشتركوا في القناة